بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلوات واتم التسليم حباب القلب يعطيكم الف الف عافية في هذا الفيديو ان شاء الله رح نوضح جزئية بسيطة عن دسية الاسئلة الوزارية اللي هي اعتبارها بنك الاسئلة الوزارية من عام 2016 حتى عام 2022 لمادة اللغة الانجليزية بدي اياك تركز معاي وتفهم شو محتوى هادي الدسية وشو الطالب ممكن يستفيد منها وشو ليش المميز فيها ان شاء الله حباب القلب الدسية زي ما قلت لك هي محتوها من 2016 حتى 2022 المميز انه مقسمة بحسب الوحدة من الوحدة الاولى حتى الوحدة العاشرة اسئلة املأ الفراغ منفصلة للفصل الاول عن الفصل الدراسي الثاني ايضا وايضا اسئلة الاشتقاق الادب التحرير الوظائف اللغوية والتعبير ومكونات هاي الدسية تقريبا متين صفحة هيجي طالب يقول لي الله اكبر السيد كيف يعني انه انا بدي ادرس متين صفحة او ليش اسئر وزريهم متين صفحة لانه عدد الامتحانات اللي تم استخراجه من الوزارة لحد اللحظة هاي سبعة واربعين امتحان وزاري ما بين دورة صيفية ما بين دورة شتوية ما بين التكميلي وما بين المعيدين وحتى الفروع المهنية ايضا فبالتالي عدد الامتحانات كبير جدا وهاي الامتحانات كلية مطالب فيها طالب العلمي والادبي اللي هم الفروع الاكاديمية وبالنسبة للطلاب الاقتصاد المنزلي والصناعي اي الفروع المهنية مطالبين انتم بالوحدة الرابعة والتاسعة والعاشرة والمميز ايضا في الدوسية هاي انه ان شاء الله رح ينزل شرح الها مجانا على منصة موقع وتد التعليمي ومتاح لجميع طلاب المملكة ومتوفر الدوسية حاليا في جميع مكتبات المملكة فقط المختصة في التوجيه يعني اي مكتبية مختصة في التوجيه باذن الله تعالى هتلاقي هاي الدوسية عندها اما عن تقسيم هاي الدوسية هتلاقي انه هي تحتوي على الاسئلة التي وردت من عام 2016 حتى عام 2022 وكان اخر امتحان مطروح انه هو امتحان الدورة النظامية لجيل 2004 جميع اسئلة الفقرات سواء التي وردت على شكل فقرة كاملة او حتى على شكل ضع دائرة واكيد معها الاجابات النموذجية كاملة اسئلة الكلمات التي وردت بشكل املأ الفراغ او حتى بشكل ضع دائرة ايضا اسئلة موضوع الاشتقاق وتم تحويل جميع الاسئلة بنمط ضع دائرة بحسب وروده داخل الوزارة اسئلة القواعد لمادة الفصلين الاول والثاني ومرتبة ومنظمة بحسب الوحدات تسلسلا علما بان الوحدات المطلوبة منا فصل اول اولى وثانية وثالثة الفصل الثاني ورابعة طبعا ووحدة الرابعة هي المطالبة فيها طلاب الفروع المهنية الفصل الثاني السادسة السابعة التاسعة وايضا الوحدة العاشرة والادب ايضا بما يخص طلاب الصناعي والفروع المهنية في الفصل الثاني مطالب وحدة تاسعة وايضا وحدة عاشرة فقط الادب مش مطروح معا اما بما يخص الوحدات المحذوفة الخامسة والادب من الفصل الاول والوحدة الثامنة من الفصل الثالث رح تلاقي ايضا في هاي الدوسية اسئلة مهارات الكتابة بجميع اشكالها وهي الكتابة الموجهة التحرير وايضا اسئلة التعبير التي وردت جميعها ومترجمة ايضا باللغة العربية بحيث انك تفهم واضع الاسئلة شو الطريقة اللي بيفكر فيها لما يجي حط سؤال على موضوع التعبير الان بدي استعرض معكم بس شغلة بسيطة بما يخص الاسئلة على موضوع كيف بيكون تقسيمها من حيث الفقرات واجاباتها النموذجية وكيف بيكون تقسيمها من حيث القواعد طبعا بدي انبه على الشغلة انه مثلا الوحدة الاولى حتلاقيها ملونة باللون الازرق مثلا لو تيجي على الوحدة الثاني على اساس انك تفصل بشكل اسرع امرتب ايضا بحسب اللون مثلا هون اللون الاحمر رح يكون خاص للوحدة الثانية او مثلا اللون الاخضر رح يكون للوحدة الثالثة خلنا استعرض الاسئلة الوزرية التي وردت في الوحدة الثالثة على سبيل المثال هون احنا دخلنا على الوحدة الثالثة اول شيء رح نلاقي طبعا الاسئلة الوزرية التي وردت على الفقرات هتلاقي الفقرة شو الاسئلة اللي وردت عليها بالاضافة الى الاجابات النموذجية ايضا لجميع الفقرة سواء بالشكل المقالي زي ما انت شايف او كمان بشكل الدوائر زي ما رح تشوف الان ان شاء الله هون الاسئلة الوزرية التي وردت بنمط ضع دائرة على الوحدة اي الوحدة الثالثة وبعد ما تخلص هاي الوحدة رح تلاقي طبعا الاجابات النموذجية اللي وردت اما بما يخص موضوع القواعد رح نستعرض جزئية معين من القواعد اللي هي فرضا هذه الصفحة طبعا زي ما قلت لك كل قاعدة رح تلاقي تحتها الاسئلة الخاصة فيها الاسئلة الوزرية التي وردت على قاعدة الجملة السببية جبل دائما ما تدخل على القاعدة رح تلاقي مجموعة من النصائح كيف تتعامل مع السؤال كيف تميز السؤال شو النقطة اللي تركز عليها وشو المشكلة اللي ممكن يوقع فيها الطالب ايضا في داخل الامتحان اذا بهاي اللحظة انت بتكون فاهم وعارف انه كيف دك تتعامل معها وشو الاشياء اللي بدك تتجنبها اثناء وجودك داخل الامتحان الوزاري ففرضا يمكننا تمييز الجملة السببية بحسب شكل السؤال اعد كتابة او صحح الفعل بالشكلين او يكون بنمط ضاع دائرة اولا ان كان السؤال اعد الكتابة يمكننا تمييز من خلال وجود وهنا يجب عليك اختيار الخيار الذي يحمل الشكل التالي وتأكد من ان الجملة الاساسية هي بالماضي ثانيا اذا كان السؤال صحح الفعل او اختيار الفعل تأكد من وجود هذا وهنا يكون الجواب هو التصريف الثالث فقط مع العلم ان فرع وزاري ورد بشكل اخر ويستتم توضيحه بالفيديو فلما قلتلك انا رح يتم شرح هيدوسي كاملة بالفيديو هذا الاشي لمصلحتك وحيكون زي ما قللك هدية من موقع وتد التعليمي مجانا ومتاح لجميع طلاب المملكة ورح ينزل بالتسلسل باذن الله تعالى فهونا بتبدأ انت الحل وانا بكون قاعد بشرح لك اياه بداخل الفيديوهات وبعد ما تخلص اي قاعدة رح تلاقي انت عندك الاجابات النموذجية شوف لي هون مثلا احنا بدأنا عن الاسئلة الوزرية التي ورط على قاعدة الجمل الشرطية شوية اخبار لازم تعرفها ركز معاي الجمل الشرطية شو انواعها شو اقسامها كيف بدك تتعامل معها شو المشكلة ممكن تمر مع الطالب حتلاقيه مكتوب عندك هون فهذا هو الشيء اللي بيميز هاي الدوسية عن بقية الدوسية طبعا زي ما قلت لك هي متوفرة في جميع مكتبات المملكة اسمها دوسية المعلم للاسئلة الوزرية او بنك الاسئلة الوزرية بنك الاسئلة الوزرية وفي اي مكتب مختصة في التوجيه حتلاقي هاي الدوسية موجودة عندهم باذن الله تعالى في نهاية الاسئلة الوزرية بدي استعرض لك بس التعبير كيف ممكن يكون مطروح عندك او الجزء المقالة اللي ممكن يوتر الطالب كيف بيكون مطروح في داخل هاي الدوسية هون احنا وحدة سادسة بدنا ننزل احنا لغاية الوحدة ما بعد العاشرة التاسعة وطلع هون مثلا موضح لك انه مثلا الوحدة التاسعة ملاحظ الوحدة التاسعة مطالب بها طلاب الفروع المهنية صناعي اقتصاد منزلي الزراعي وايضا طلاب الفندقي هيك بنكون عدينا الوحدة التاسعة للوحدة العاشرة هون على سبيل المثال الاسئلة الوزرية اللي وردت على قاعدة الاف كلوز للوحدة العاشرة بالاضافة الى الاجابات النموذجية ومضاف لها ايضا موضوع كلمات الشرط اللي راح تكون مطالبين فيها ان شاء الله الفصل الثاني اذا هاي الدوسية راح تستمر معاك على مدى السنة كاملة هون هتلاقي الاسئلة الوزر املأ فراغ الخاصة بالفصل الاول كاملة سواء بشكلها املأ الفراغ او حتى بشكلها على شكل ضع دائرة زي ما راح تشوف الان فتقسيمة الدوسية هتساعدك كتير وهون اكيد طبعا هتلاقي الاجابات النموذجية اللي لجميع هاي الاسئلة بعدين هتلاقي اللي هو الفصل الدراسي الثاني هون بما يخص الليتراتر سبوت اي الادب شو الاسئلة اللي وردت على الادب وهذا الحكي كمان انت راح تسمع فيه بالفصل الدراسي الثاني يعني هاي الدوسية هي الشاملة اول وثاني فالمواضيع اللي انا صرت موصل عنده هون هاي حتشوفها انت بالفصل الثاني فبيلزمك هيدوسية يتضل معك على مدى سنة كاملة هون هتلاقي اسئلة التحرير على النمط المقالي كيف ممكن يرجع لك السؤال مقالي كيف ممكن تتعامل معاه واذا ضل السؤال وان شاء الله يا رب يضللكم على شكل ضع دائرة ايضا كيف ممكن السؤال بيجي ضع دائرة وكيف ايضا تتعامل معاه بلس زي ما حكيت لك الاجابات النموذجية المطروحة عندك كاملة بهذا الشكل نيجي الان على الاسئلة المقالية هون فهي صفحة تلاقي الguided writing اللي هي الكتابة الموجهة and free writing والكتابة الحرة اللي هي موضوع التعبير فبتبدأ هون بالguided writing معاي شو الاسئلة اللي وردت كيف نتعامل معاها بكل اشكالها وكل انماطها من 2016 حتى اخر امتحان اجي عليه هو كان 2020 هون هتلاقي وهذا الشيء اللي بيلزم خاصة الطالب اللي هو قوي بمادة اللغة الانجليزية وبدو المتين علامة ان شاء الله انه التعبير استاذ انا كيف اتصرفيه وكيف اتعامل معاه الاسئلة الوزرية التي وردت على موضوع التعبير لازم تقرأهم كاملين وتفهم كيف وشو الوزارة عم تطلب من الطالب تخيل انه موجود عندك كل اسئلة مواضيع التعبير مجتمع مع بعضها لبعض ومترجم باللغة العربية ايضا وهذا الحكي هو اللي رح يساعدك على انك تفهم آلية وضع الاسئلة في امتحان الوزارة للتعبير عدد مواضيع التعبير اللي تم ورودها اربع واربعين موضوع تعبير او ستة واربعين موضوع اربع واربعين موضوع حتى عام الفين واثنين وعشرين وزي ما قلتلك مترجمة ايضا باللغة العربية هذا اللي هو محتوى الاسئلة الوزرية اللي باذن الله تعالى حلك اله رح يكون ان شاء الله هو اكمال للمادة عدد صفحات متين صفحة تحتوي على سبع واربعين امتحان جميع الدورات الصيفية والشتوية والتكملية الفروع الاكاديمية والمهنية والمطالبين فيها كانوا وحدة التاسعة وعاشرة والرابعة من الفصل الاول جميع الامتحانات والاجابات النموذجية كما وردت من الوزارة بلاس يا حبايب القلب الدوسية مرتب زي ما شفت بحسب الوحدات وبحسب المواضيع ومضاف لها بعض النصائح عشان تعرف كيف تتعامل مع هاي الدوسية ومع هاي الاسئلة رقم التليفون هون بامكانك تبعتلي عليه تدخل في جروبات اللغة الانجليزية عشان تعرف مواعيد نزول الفيديوهات لانه هاي الدوسية متين صفحة ما حتنحل بيوم وباسبوع وبشهر هي بتنحل بالتدريج ابتداء من اليوم حتى نهاية العام الدراسي فكل موضوع احنا من خلص ان شاء الله هنصر ننتقل للأسئلة الوزرية ونحل عليه جميع الأسئلة اللي وردت عليه بإذن الله تعالى فإذن هي بمثابة ختمة للمادة للمرة الثانية أو قد تكون عند البعض منكم للمرة الثالثة حبايب القلب يقيكم ألف عافية أستاذكم وأخوكم سيفع ويمر بإذن الله تعالى ما رح يقصر معاكم حتى دخول بوابة الجمع يعطيكم العافية شكرا ان شاء الله بأول فيديو من فيديوهات حل بسية الأسئلة الوزرية على موقع وتد التعليم اشتركوا في القناة